السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات السنة الثانية ثانوي نظام المسارات في لقاء جديد مع مادة الفنون في هذه المادة أعزائي الطلاب والطالبات تناولنا العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة والتي تثريكم من الناحية الجمالية والفنية اليوم سيكون موضوع الدرس عن فن الكولاج وأيضا فن الديكوباج في مقدمة هذا الدرس أعزائي الطلاب والطالبات سيكون عندنا نبذة سريعة فقد تأثر الفنانون في الحركات الفنية الحديثة بالواسائط التشكيلية التي وفرتها التكنولوجيا والصناعات الحديثة لنذكر في بداية هذا الفصل الدراسي أعزائي الطلاب والطالبات سنتذكر معا أنه كان تقسيم الفروع الفن في هذا الكتاب ثلاثة فروع الفن التشكيلية والرقمية والأدائية فاليوم نلاحظ عندنا في النص الموجود على أول الكتاب في مقدمة هذا الدرس أنه أصبح الفن العملي لا يعتمد على الخامات التقليدية بل أدخلت عليه خامات أخرى مختلفة عادة حينما نتحدث عن الفن نتحدث تحديدا عن الرسم في الفن دائما إذا تحدثنا عن الفن فإن أول ما يخطر على بال المستمع العادي أنه الفن فقط رسم يعني كراسة وألوان لوحة وألوان زيتية وفرش وزيت بذرة الكتان شغلات زي كذا لكن الحقيقة عزيزي الطلاب والطالبات طبعا أنتم تعرفون أكثر من غيركم وهذه طبعا ثقافة فنية لديكم يجب أن تنتقل إلى كافة أفراد المجتمع فعندنا في الملاحظة مضلل عليها باللون الأخضر أنه أصبح الفن أو العمل الفني لا يعتمد فقط على الخامات التقليدية مثل الألوان والفرش وغيرها بل أدخل عليه خامات أخرى مختلفة وصاغ الفنانون العديد من الإبداعات الفنية الناتجة عن عواطفهم وانفعالاتهم المختلفة فأظهروا الخامات المتنوعة في صور جديدة لتترك أثرا إيجابيا لدى المتلقين دائما الفنان والفنانة يعبرون عن انفعالاتهم عن مشاعرهم عن طريقة تواصلهم حتى مع المجتمع المحيط بهم واستخدام رسائلهم في التواصل مع المجتمع عن طريق الأعمال الفنية المختلفة ليس فقط عن طريق الرسم على اللوحات وإنما عن مختلف الخامات والأدوات وباستخدام مختلف أنواع والأشياء الموجودة الموجودة والمحيطة بالفنان مثل التكنولوجيا وغيرها من المناحي الأخرى في الحياة فعندنا الآن لو ننتقل إلى الشريحة الثانية إزائي الطلاب والطالبات سنجد أنه في أثر استخدام الخامات المتنوعة لدى المتلقي هي تنمي الثقافة البصرية المتلقي هو الشخص الذي يشاهد اللوحة الفنية هذا المتلقي عزي الطلاب والطالبات هو الجمهور جمهور الفنان الذي يتابع أعماله الفنية طيب الفقر الأولى تنمية الثقافة البصرية لدى المتلقي بعدين عندنا في الفقر الثاني اللي هي إضفاء اللمسة الجمالية على اللوحات والأسطح المختلفة يعني الفنان حينما يستخدم خامات أخرى غير مثل الألوان الزيتية ويضيفها على نفس اللوحة مع الألوان الزيتية أو يستخدم مواد أخرى غير المواد التي تستخدم في الأعمال الفنية المعروفة ويضيفها على هذا الفن فإنه يضيف له قيمة إبداعية طبعا هذه القيمة الإبداعية أفكار جديدة أتى بها من خارج الصندوق في الفنان عادة يكون والفنانة كذلك يكون لديهم درجة من الإبداع تجعلهم يستفيدون ويستلهمون من كل ما حولهم ويضيفونه في أعمالهم وفي لوحاتهم الفنية هذا في الفقرة الثانية عزائي الطلاب والطالبات طيب في الفقرة الثالثة من أثر استخدام الخامات المتنوعة لدى المتلقي أن هناك استغلال للخامات البيئية والمستهلكة مثل ما قلت لكم الفنان صاحب رسالة يستفيد من الخامات البيئية والمستهلكات التي ترمى ويحولها من رخيص إلى نفيس يحولها من حاجات لا يستفاد منها في الحياة ربما ترمى بعد ذلك في مكب النفايات وغيرها لكن يحولها إلى وظيفة جمالية يعيد استخدامها جماليا يزين بها قد ينقل بها رسالة من أجل مثلا إذا استخدم هذه الخامات في المحافظة مثلا على الموارد الطبيعية في البيئة أو المحافظة على نظافة المكان أو حتى يستفيد منها في إيصار رسالة أخرى توعوية تختلف باختلاف مشاعر الفنان وباختلاف المناسبة التي يريد الفنان فيها التعبير عن مشاعره بأسلوبه وبطريقته فهنا استخدام الخامات والمستهلكات الموجودة عندنا في البيئة يستخدم من أجل إظهار الفن وأيضا من أجل إرسال رسائل للمجتمع رسائل تفيد الجميع الذي يقرأ والذي لا يقرأ الذي على نفس ثقافة هذا الفنان أو من ثقافة أخرى من أقصى شرق الأرض أو من أقصى غرب الأرض أو من أي مكان على سطح المعمورة هنا يستخدم الفنان دائما لوحاته والخامات المختلفة في إيصار رسائله إلى كافة طبقات وأنواع البشر في كافة المجتمعات بعد ذلك أعزائي الطلاب والطالبات عندنا في الرابع الذي هو تقدير العمل اليدوي المتلقي حينما يشاهد أعمال الفنانين والفنانات فإنه سيتأمل هذه الخامات الجديدة أو الغريبة التي أبدع الفنان في تحويلها إلى لوحات فنية هذه الخامات التي قد تكون في يوم الأيام سترمى ولا يستفاد منها أو تكون تعتبر مثلا من المستهلكات التي لم نعد بحاجة إليها هنا الفنان يحولها إلى قيمة نفعية كيف يحولها عن طريق العمل اليدوي عن طريق حركة يديه واستخدام أسلوبه الفني في تحويل هذه الأشياء إلى موضوعات ذات قيمة فنية تعبر عن مشاعره وتوصل رسائله إلى المجتمع بالعودة عزائي الطلاب والطالبات إلى الشاشة عندنا عنوان اللي هو الإبداع والابتكار في الفنون من خلال إدراك الفنان للخامات والأدوات ومعرفة خصائصها وكيفية استغلالها اتسعت دائرة أفكاره وقدراته على الإبداع والابتكار إدراك الفنان للخامات والأدوات وكذلك حينما يعرف خصائص هذه الخامات والأدوات كيف يتعامل معها هل هي تحتاج إلى معالجات كيميائية أو إلى معالجات حرارية هل هي تحتاج إلى أنواع معينة من المواد الأخرى من أجل مثلا تمييعها وتذويبها أو من أجل لسقها مع بعضها البعض هل تحتاج إلى طرق معينة في تلوينها هل تحتاج إلى مواد أخرى في إظهار مثلا بريق معين أو إطفاء بريق زايد على أنواع معينة مثلا من الخامات المختلفة فهنا ترتبط الخبرة والتجربة معا عند الفنان وبالتالي يكون فيه إمكانية لتوظيف هذه الأعمال أو هذه الخامات والأدوات في أعمال إبداعية فاتسعت دائرة أفكار الفنان وقدراته على الإبداع والابتكار وربما أوحت له من ملامسها وألوانها أو من ملامس سطوحها أو من ألوانها رؤية ابتكارية فيما يصمم فتخرج أعماله حاملة صفة الابتكار والنجاح دائما الفنانين والفنانات مرة أخرى أعيد كلامي مبدعين ودائما في الغالب طبعا يأتون بأفكار من خارج الصندوق يوظفون خامات ومواد تختلف وربما لم يسبق استخدامها من قبل يستفيدون من كل شيء ويحولون كل ما هو رخيص إلى فن وإلى نفيس فلذلك يصبح لها قيمة أحيانا أيضا حتى القيمة المادية ترتفع مع بعض أنواع اللوحات المكونة من المستهلكات المختلفة طيب عندنا لو عدنا مرة أخرى إلى الموضوع الذي هو فن الكولاج والديكوباج سننتقل إلى أثر التجربة والخبرة في المنتجات الفنية فكما أن نجاح استخدام الخامة يتوقف على خبرة الفنان بها وتجريبها بنفسه حتى يتبكن منها ويستطيع معرفة مزاياها وعيوبها فإن الشكل الفني عادة ما يؤكد بخامة واحدة أو أكثر ولكن ينبغي عند ارتباط خامة بخامة أخرى في العمل الفني أن تتناسب مع بعضها البعض يعني الآن عرفنا أن خبرة الفنان في الخامات المختلفة ومعرفة بخصائصها أيضا مرتبطة بالتجارب الخاصة بهذا الفنان فإنه أيضا يجب على الفنان أن الخامات المختلفة مع بعضها البعض يكون بطلع على خصائص هذه الخامات وبالتالي يكون لديه الدراية الكافية التي تجعله يستطيع أن يقدم أعماله على أبهى يعني صورة وأجمل شكل ممكن أن يكون وأيضا يصبح لديه أيضا الإلهام من أجل أن يأتي بأعمال إبداعية جديدة فهذا فيما يتعلق أعزائي الطلاب والطالبات بأثر التجربة والخبرة في المنتجات الفنية بعد ذلك عندنا استخدام الخامات في المنتجات الفنية فإن العمل الفني أعزائي الطلاب والطالبات يتكامل من خلال مواصفات الخامة وتفاعلها مع حس وفكر الفنان فمن المعروف أن لكل خامة إمكانات معينة تؤهلها أن تكون وسيلة لتحقيق بعض القيم الفنية يعني عندنا مثلا خامة البلاستيك لها خصائص معينة ولها ألوان أيضا معينة حينما تكلد الفنان هذه الخبرة والدراية الكافية في التعامل مع البلاستيك فإنه سيظهر رسائله ومشاعره سيعبر عنها من خلال أعماله المرتبطة بهذه الخامة كذلك المعادن أي أن كان نوعها فكل المعادن أنواع كثيرة وهذه المعادن يختلف التعامل معها وتختلف في خصائصها حتى في قيمتها تختلف من معدن إلى آخر التعامل مثلا مع النحاس يختلف عن التعامل مع الألمنيوم أو مع الحديد أو مع الستيل نفسه حتى خامة مادة الكروب مثلا التي توضع على الحديد أكثر شيء طبعا يختلف التعامل معها فنيا مع أعمال أخرى هنا نرجد أن الفن أو الفنون مرتبطة أيضا بسوق العمل يعني استخدام المعادن هذه وتطويعها وأيضا عملية مثلا صقلها وتلميعها تذهب هذه المعادن بالألوان المختلفة المعدنية أو حتى بمادة التنيكل أو الكروم هذه كلها طبعا تعتبر تقدمه إلى سوق العمل تجعل لدى الطالب وطالبة يعني تصور في حال نعمل في مثلا تصميم مستقبلا كيف يستفيد من هذه الخامات طبعا هنا نتكلم عن خامة المعدن أو عن المعادن بكافة أنواعها ولكن أيضا لدينا خامات أخرى من الورق والخشب والزجاج وأيضا الخامات الأخرى مثل السمنت والجبس وغيرها أيضا زجاج يكون عليه أعمال كثيرة ولكن نحن نتحدث بصفة عامة الآن عن الخامات المختلفة فمعروف أن لكل خامة إمكانات معينة تؤهلها أن تكون وسيلة لتحقيق بعض القيم الفنية فيما يليها طبعا أنه من الفنون التي تناولت الخامة وهذا موضوعنا اليوم وهو فن الديكوباج وفن الكولاج والتي تعني فن قص ولسق الورق والخامات المستهلكة على الأسطح المختلفة بطريقة فنية يعني عندنا الآن نوعين مختلفين عن بعض سماهم مقارب البعض لكن نتيجة نهائية تختلف في كل من الديكوباج والكلاج ولكنها طبعا تعتمد على أسلوب القص واللسق على الأسطح المختلفة قد يكون باستخدام الورق أو قد يكون باستخدام مثلا بعض أنواع المناديل قد يكون باستخدام خامات مستهلكة أشياء زائدة عندي في البيت أو أشياء مستهلكة في البيئة قد تلوث هذه البيئة أو تكون عبع على البيئة يمكن للفنان أنه يوظف هذه الخامات المستهلكة ويحولها إلى فن الكولاج أو إلى فن الديكوباج عن طريق سلوب القص واللسق عندنا عزائي الطلاب والطالبات فيما يلي طبعا لهو النشاط لنقم بالبحث عن خامات الطبيعية والصناعية هذه الخامات طبعا التي متوفرة في البيئة حولنا ليس فقط في المدرسة أو في البيت وإنما حولنا الخامات الطبيعية والصناعية التي من الممكن استخدامها في الأعمال الفنية ونقارن بينها من خلال تحليل مميزات كل خامة عندنا عزائي الطلاب والطالبات مثل ما وجدنا في النشاط أو ذكر في النشاط أنه فيه خامات طبيعية وفيه خامات صناعية إذا الخامات الطبيعية مثل الأشياء الموجودة عندنا في الطبيعة مثل الحجارة مثل الرمل التراب بأنواعه كذلك أوراق النباتات أو الأغصانة وحتى قطع الحطب جذوع الأشجار هذه كلها تعتبر من الخامات الطبيعية ريش الطيور أيضا يعتبر من الخامات الطبيعية الصوف الأغنام والجلد الطبيعي هذه كلها تعتبر من الخامات الطبيعية هناك أيضا خامات أخرى صناعية طبعا مثل الأشياء التي تخرجنا من المصالع مثل أغطية قوارير الماء نفس قوارير الماء أيضا عندنا مثلا اللي هي بعض المنتجات الأخرى الصناعية حولنا في البيئة أي معلبات أو علب معدنية أو بلاستيكية أغطيتها كذلك تعتبر من المستهلكات الصناعية اللي وجودها حولنا في البيئة هناك أيضا بقايا قطع غيار السيارات مثلا ميكانيكية أجزاء أكسسوارات سواء كانت تزين أبواب أو تزين ثم بعد ذلك كسرت أو تلفت ورميت هنا تعتبر هذه من المستهلكات هناك أيضا عندنا الصحف والمجلات التي انتهينا من قراءتها يمكننا أيضا الاستفادة منها يعتبر هذا ورق والورق يعتبر خامة طبيعية كذلك عندنا أيضا عزائي الأقمشة مثلا بكافة أنواعها هناك ربما يكون في ملابس لم تعد تصلح للبس ولا حتى لأنها يعاد مثلا استخدامها مرة أخرى من قبل أشخاص آخرين فهنا نستفيد من هذه الخامة ونبدأ نوظفها في فن الديكوباج وفي فن الكولاج طبعا الفرق بين هذه الخامات الطبيعية والصناعية أن الخامات الطبيعية من الممكن أن تبقى في البيئة المحيطة ولا تضرها لكن المستهلكات الصناعية والأشياء التي لم نعد بحاجة لاستخدامها قد تسبب ضرر في البيئة تسبب تلوث أو قد تضر حتى الكائنات والأحياء الدقيقة أو حتى الكائنات الحية الموجودة في البيئة مثل ما قد شاهدنا في بعض المقاطع أنه هناك بقايا بلاستيك يعني علقت في رقبة أحد الجمال أو مثلا في أعماق البحر تكون هناك بقايا بعض العلب الفارقة علب عصير أو أكواب بلاستيكية تسبب تلوث فيه القاع وبالتالي يقل إنتاج الثروة السمكية في البيئة هنا يأتي دور الفنان في توظيف هذه المستهلكات في لوحات تعبيرية توجه الجمهور جمهور هذا الفنان ويتواصل معهم من خلال هذه اللوحة عن طريق فن الكولاج في استخدام هذه الخامات وإرسال رسالة مثلا في المحافظة على نظافة البيئة المحيطة عندنا المطلوب في هذا السؤال أعزائي الطلاب والطالبات أن نقارن بينها من خلال تحليل مميزات كل خامة يعني حينما تريدون مثلا جمع معلومات وافرة عن الخامات الموجودة في الطبيعة ليست فقط التي أنا ذكرتها بل هي كثيرة جدا أيضا معلومات وافرة عن المستهلكات الصناعية اللي موجودة حولنا في البيئة التي نعيش فيها سواء كنا في بدينا أو في قرية أو حتى على الساحل أو في منطقة جبلية يوجد حولنا الكثير من المستهلكات الصناعية في الزمن الراهن هذه المستهلكات لو عددناها مثلا في جدول أو شيء في مجموعات للطلاب أو للطالبات بعد ذلك نتم مقارنة يعني خصائص كل نوع من هذه المستهلكات وكيفية توظيفها في اللوحات الفنية أيضا الخصائص هل هي متقاربة ويمكن الجمع بين أكثر من خامتين أو ثلاثة أو أربعة وغيرة في لوحة واحدة في هذا الفن أو لا وهل تصلح بعض الخامات مثلا مع خامات أخرى وإذا كان لا يمكن مثلا تثبيتها معا بنفس الطريقة ما هي الطريقة الخاصة بالتثبيت أو ما هي الطريقة الخاصة لمعالجة هذه المستهلكات من أجل تحويلها إلى فن ومن أجل الاستفادة منها في فن الديكوباج عندنا طبعا هذا هو في النشاط رقم واحد مثل ما ذكرت لكم وهنا تأتي المقارنة بين المستهلكات الطبيعية أو الخامات الطبيعية والخامات الصناعية ليس بالضرورة أن تكون الخامات الطبيعية أشياء قديمة تالفة وليس بالضرورة أن تكون المستهلكات أو الخامات الصناعية أشياء جديدة وأشياء قديمة يمكن أن نستفادها من كل شيء حولنا وتوظيفها في فن الكلاج وفي فن الديكوباج ولكن ما يهم هو معرفة الآن الخصائص لكل خامة من الخامات وتصنيفها هل هي طبيعية أم صناعية بعد ذلك بعدما نعرف الخصائص نستطيع أن يكون عندنا تصور مع أسلوب العصف الذهني خاصة إذا عملت الطلاب في مجموعات وكذلك إذا عملت الطالبات في مجموعات في غرفة الصف عن طريق أسلوب العصف الذهني كل طالب وكل طالبة يأتون بأفكار جديدة وتصورات خاصة بهذا الفن وهو فن الكلاج وفن الديكوباج إذن أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد تعلمنا في هذا الدرس أن الفنان والفنانة دائما يستفيدون من كل ما هو حولهم في البيئة المحيطة ويوظفونه توظيفا فنيا عبر أساليب وطرق مختلفة فنيا من أجل إيصار رسائلهم والتعبير عن مشاعرهم من خلال أعمالهم الفنية باستخدام هذه الخامات الموجودة في البيئة المحيطة بهم طبعا هذا أسلوب الفنان هذا أسلوب الفنانة استفادة من كل ما هو محيط سواء كان جديد أو مستعمل أو مستهلك توظيفا في أعمال فنية ليس فقط لوحات ورسم وإنما هناك فنون أخرى وصور أخرى تظهر لنا من إبداعات الفنانين والفنانات أعزائي الطلاب بهذا نكون قد أخذنا مقدمة فن الديكوباج وفن الكولاج وإلى نتلتقيكم إن شاء الله في تفاصيل هذين الفنين في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته